هي أنباء غير سعيدة على الإطلاق نحن نترقب رفع أسعار البنزين وأيضا رفع أسعار الكهرباء للمواطن أيضا تتردد أنباء الآن حول اتجاه الحكومة ودراسة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وللمصانع هنا نشير إلى نقطة جوهرية الحكومة تحاول في الوقت الحالي تدبير أو توفير امدادات غاز للمصانع وأيضا للمنازل بالطبع بشكل منتظم عبر عملية استراد الغاز المسال وتغييزه هنا تحويله إلى الطريقة الغازية عبر استئجار سفينة تغويز تم استئجارها منذ شهرين تقريبا بالطبع تكلفة استراد الغاز على مصر تصل حاليا إلى 14.5 دولار للمليون وحدة حرارية تصل إلى 14.5 دولار في حين الأسعار حاليا التي يتم بيع الغاز بها إلى مثلا القهرباء 3 دولار الأسمنت هو الأعلى في الحصول على الغاز بأسعار مرتفعة تصل إلى 12 دولار للمليون وحدة حرارية وهنا نشير إلى أن مصانع الأسمنت في أغلبها تحولت إلى استخدام الفحم منذ عدة سنوات مع ارتفاع أسعار الغاز بهذه الصورة الغاز للأسميدة الأزوتية 4.5 دولار للأسميدة غير الأزوتية 5.75 دولار للحديد والصلب 5.75 دولار باقي الصناعات 4.75 دولار بالطبع هناك فارق كبير بين بيع الغاز للمصانع وبين التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة حاليا ولذلك فعلا هناك دراسات حاليا حول رفع أسعار الغاز للمصانع وخاصة المصانع الأسميدة بالطبع وهي أيضا في معادلة التسعير للأسميدة يؤخذ في الاعتبار سعر البيع للحكومة سعر بيع يوريا للحكومة وسعر التصدير أيضا وبالتالي هذه الخطوة بالطبع ستؤثر على الأسعار في السوق أسعار المنتجات في حال رفع الأسعار بالفعل التوقعات أن تكون رفع الأسعار ما بين 10 إلى 15%